هل في عندنا زيادات في الأسعار؟ في زيادات في الأسعار هل الدولة وقفة بتتفرج؟ لا الدولة مش وقفة بتتفرج هل الرئيس يوجه ويكلف بمد مظلة الحماية الاجتماعية طول الوقت طالما أن الأزمة لازالت مستمرة في العالم؟ أيوه بدليل اللي احنا بنقوله النهار ده وتاني ارجع على المؤتمر الاقتصادي الرئيس في اليوم الأخير وصى بإيه ووجه بإيه؟ قال عايزين نزود مد مظلة الحماية الاجتماعية فييجي دولة رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الجديدة وخليه أخب معك بس لقطة بسيطة إذا سمحت لي عزيزي المواطن وعزيزتي المواطن جزء من الدلائل اليومية لو صح الكلام يعني على أنه الرئيس لا يبحث عن شعبيته المباشرة على الإطلاق كانت أسهل حاجة أن الرئيس في المؤتمر الاقتصادي خد بالك يقول على الإجراءات التسعة كانت أسهل حاجة أنه فخامة الرئيس يقول في مكلمته اللي تشرف بيها برنامج التسعة مبارح يقول على الإجراءات التسعة وإنما الرئيس لا يبحث عن الشعبية لا يبحث عن التصفيق الحاد إطلاقاً مش في دماغه هو يبحث عن إيه؟ عن مصلحتك إنت طيب الإجراءات دي إجراءاتها تتخذها مين؟ الحكومة بتوجيهات من الرئيس هو يوجه مد مزلطة الحماية الاجتماعية بالتأكيد هذه الإجراءات تاخد موافقته في النهاية الحكومة اللي أعلنت رئيس الوزراء اللي أعلم أنت واخد بالك من الحكاية؟ يعني خد بس الزاوية كده وبص عليها مظبوط إن كان يبحث عن الشعبية والتصفيق الحاد آه كان يقول لنا كده الكلام ده في الأطمر الاقتصادي يقول لنا الكلام ده مبارح بالليل على الهوى خالص وإنما ترك الأمر للحكومة لتعلنه الحكومة صبيحة هذا اليوم كده رئيس يبحث عن شعبية ولا رئيس يبحث عن مصلحة المواطن قولا واحدا يبحث عن مصلحة المواطن رئيس يريد للمواطن إنه يتم التخفيف أو يريد التخفيف من الأعباء الملقاة على كهل المواطن أو لا لا الإجراءات دي بتقول إيه لما أنا ما زودش أسعار الكهرباء وما زودش أسعار المواصلات وما زودش أسعار البنزين وأقلل الضرائب أو بالأدقة أزود الأعفاء الضريبي وأحط علوات وأحط منح وأرفع حد أدنى للأجور ده رئيس عايز إيه ده رئيس عايز مصلحة المواطن رئيس عايز يقلل من حجم الأعباء اللي على المواطن رئيس عايز يخفف من الموجة بتاعت التضخم اللي حصلة في العالم كله فيخلي الدولة تتحمل الجانب الأكبر علشان يقل لو عليه يعني رئيس نفس يا جماعة هو بيتكلم قال إحنا لو هنقدر حتى ندي مرتبات قدي كده لكل الناس مش هنقول لا نتمنى قالها مرة زمان أنا فاكر على الأطباء قال أنا لو أقدر أدي الأطباء 30 ألف في الشهر أهعمل كده مبارح الرئيس لما كان بيتكلم عن التعليم تكلم حتى برضو على مرتبات المدرسين طيب ماشيين في الخط ولا لا هو ده السؤال يعني خد بالك مبارح من كل الكلام حول الاقتصاد في معرض كلام الرئيس وأنا قلت لكم مبارح إيه وإحنا بنختم الحلقة بعد إذنكم اسمعوا المكالمة بالمظبوط وكتب وراء الرئيس حلو سمعت وكتبت وقعد بص على الأرقام وقعد بص على الكلام كويس خد نقط كده زم ما بيتقات عرقية جماعة الأجانب يقول لك خد بولي points نقاط كده رؤوس أقلام شوف إيه اللي بيتقال إيه اللي تقال على الاستثمارات وإيه اللي تقال على الوضع الاقتصادي وإيه اللي تقال على عاصمة الإدارية وإيه اللي تقال على المواني إلخ 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 إيه اللي تقال على موارد الدولة وإمكانيات الاستغلال الأمثل لهذه الموارد تعظيم الموارد حتى توجه إلى القطاعات الأخرى زي قطاع الصحة وقطاع التعليم إلخ 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 ليه؟ يعني مثلا لما الرئيس كان بيتكلم على عملنا جامعات علشان العشرين تلاتين سنة اللي جاي طب ليه؟ لأن احنا كان لازم نعمل كده يا سادة يا كرام لا يغيب عن ذهن حد على الإطلاق نحن قعدنا لنا تلاتين اربعين سنة فساد من اللي هو عمري ما هقولك من قلبك يحبه ما يكرهه القلب والعقل بل والروح الفساد اللي هو يعني يقولك فساد على أبوه الفساد الفساد العاصمة الإدارية زي ما فخامة الرئيس أشار بارح مية خمسة وسبعين ألف فدان الدولة اشتغلت على أربعين ألف فدان أنا مش هعيد لكم الحزبة ببعض الرئيس أنا بس هفكرك بحاجة كده الرئيس قال لو بيعنا المتر بمية يحصل كذا طب ولو بألف طب لو بعشر تلاف هو حضراتكو في التلاتين سنة كان فيه متر بيتباع بعشر تلاف أو ألف أو مية ده المتر كان بيتباع بجنيه للحبايب يعني حاجة ببلاش كده على رأيي الإعلام بتاع لحظة من فضلك زمان فاكرين لحظة من فضلك أموال خرجت وليه في 25 يناير شكرة البلد حلوة وجميلة عشان كنا عايشين في الجو ربيع الجو بديع الناس خرجت ليه خرجت عشان كانوا سعدة مثلا خرجت عشان كانوا مش طيقين نفسهم من الفرحة خرجوا عشان كم متر الأرض بيتباع بجنيه للحبايب والمحاسيب والأصدقاء والنصص بقى